اطلاق رسمي لأعمال اللجنة التوجهية لصندوق بناء السلام في موريتانيا بإشراف من وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية هو محور اجتماع اللجنة الفنية للمشروع الموريتاني المالي العابر للحدود والهادف إلى تسيير النزاعات وتعزيز الصمود الرعوي والزراعي في المناطق الحدودية الموريتانية المالية إن هذا المشروع الحدودي عبارة عن مبادرة توليها الحكومتان عناية خاصة لكونها تعالج قضايا ذات همية بالقة وتتعلق بالأولويات المشتركة في البندين وكذلك في بلدان مجموعة دول الساحل الخمسة الشقيقة والصديقة ومن خلالها غرب إفريقيا عموما وأخص بذكر قضية التسيير المشترك للثروات الواقعة للحدود والعابر للحدود المشترك وأسمحوا لي هنا أن أعيد إلى أذهانكم توصيات العديد من الدراسات والتحاليل بما في ذلك الرؤى التي تعبر عنها السياسات الوطنية حول مستقبل منطقة الساحل وخصائصها ومحاور طرق المنطقة التي تجعلها على مدى آلاف السنين وجهة لحركات التبادل ممثلوا الحكومة المالية ورؤساء البعثات الدبلوماسية عبروا عن شكرهم للحكومة الموريتانية وسعادتهم بانطلاقة هذا المشروع الذي يكتسي أهمية خاصة للدول المستفيدة هذا ويستمر هذا اللقاء لمدة يومين بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ترجمة نانسي قنقر